اتباع الهوى مفسدة عظمى فإنه يفسد على المرء دنياه وآخرته وهذا ما أخبرنا به الله سبحانه وتعالى فقال واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين إنه بلعام بن باعورة من علماء بني إسرائيل قد آتاه الله علما عظيما ولكنه اتبع هواه وأراد أن يستخدم هذا العلم في الباطل فتسلط عليه الشيطان وأصبح من الغاوين فصار مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وإنه لخبر يحذر العالم إياك أن تغتر بعلمك ويحذر كذلك السالكين إلى الله تعالى إياكم والاستسلام للأهواء فإنها بوابة الشقاء ويذكر من خاف الفتنة بأن يتمسك دوما بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك